بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا من جديد إمبارح تفنى بليلة والألف ليلة كرة اليد ختمت البطولات كلها ختمتها مسك فلين كرة اليد فاز إمبارح ببطولة أفريقيا كتالت بطولة أفريقيا تدخل النادي الأهلي خلال شهر ونص نادي الأهلي مبارح في صلاة الأمير عبدالله الفيصل الحقيقة أكد جدرته الأفريقيا في كل الألعاب اللي بتدى المشواره من سنين طويلة جدا والنادي الأهلي بيأكد جدرته أنه بطل ويليق به دايما الكوس دي طبعا لقطات من مبارح من تسلم الكأس الأفريقيا في صلاة الأمير عبدالله الفيصل وفرحة اللاعبين الحقيقة اللي تعرضوا لاختبار صعب اختبار نجحوا فيه باقتدار بعد اخسارة كأس مهم زي كأس السوبر بعد أن لعبوا مباراة كبيرة وكانوا أقرب للفوز في أغلب فتراتها قدر الله ما شاء فعل ولكن يتحطوا في اختبار صعب وهو أن فيه بطولة تاني يوم على طول لازم يكونوا أدل المسئولية ولازم يتغلبوا على أحزانهم وياخدوا هذا الكأس ونجح ووعد كابتن عاصم محمد بذلك ونجح في الاختبار والحقيقة نهاردة طلعين في الأساس طبعا نحتفل بهذا الفريق كاس معنا في الستوديو إن شاء الله وهيكون معنا نجمين كبار من الفرقة معنا كابتن محمد عبد الوارث ومعنا طبعا كابتن عمر الوكيل هيكونوا معايا بعد دقائق معدودة إن شاء الله حتى نحتفل معهم ونستعيد الزكريات ما قبل البطولة واللحظات الصعبة واللحظات الحلوة واللحظات المكسب الحقيقة هنعيش معهم يمكن الأسبوعين اللي فاتوا هما كانوا في إيه كانوا يعني الاختبار اللي كانوا عايشينه إيه إيه أصعب اللحظات اللي مرت بيهم بس الحقيقة في البداية طبعا تعرفين النادي الأهلي دائما أبدا أخبار والرياضية في الألعاب الصلاة لا تنقطع ومن يوم ليوم من بارح فيه بطولة خلصت وتواجنا بيها من النهاردة بدأ العمل على طول للبعده وشفنا أن فيه كلام بيتقال كتير وفيه محاولات وفيه زي ما بيقولوا مفاوضات في يعني في الأروقة أروقة الاتحاد الأفريقي لكرة اليد عشان النادي الأهلي يستضيف بطولة أفريقا للأبطال إن شاء الله في شهر أكتوبر اللي بتبقى بداية كل موسم فيه مفاوضات لأنه طبعا لما شافوا وانبهروا الناس بالتنظيم ومش بس التنظيم التنظيم إداريا ده موضوع تاني والإمكانيات موضوع تالت إمكانيات النادي الأهلي من ملاعب من صلاة من جمات من كل شيء إمكانيات النادي الأهلي الحقيقة توهله أنه يستقبل أي بطولة ممكن تنظم على أعلى مستوى النادي الأهلي نجح في الاختبار عن اقتدار أربع بطولات أفريقية خمس بطولات مش أربعة خمس بطولات أفريقية في شهر ونص ده اختبار كان قاسي وكان صعب ولكن النادي الأهلي كان أدو وكان عادة ونجح في التنظيم ومش نجح في التنظيم بل حصد تلت كؤوس من الخمسة ده في حد ذاته أيضا إنجاز إنجاز فني وإنجاز تنظيمي خلينا أقول لحضراتكم بعض الأخبار وعشان نطلع لفاصل واستقبل فيديو في كابتن محمد عبدالوارس والكابتن عمر الوكيل كابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي الحياة اللي بيفزل مجهود كبير الفترة اللي فاتت وما زال بيفزل هذا المجهود صرح تصريح طبعا لنا قال الأهلي نجح في التحدي الكبير قال رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أن النادي الأهلي نجح في التحدي الكبير الذي خاضه على مدار الأسابيع الماضية بتنظيم عدد كبير من البطولات القرية في فترة زمنية قصيرة وده اللي نالحظ راكم المشكلة مش في التنظيم المشكلة أنها فترة ديئة وفقا للموصفات العالمية وأن هذا الأمر ليس غريبا على منظومة الأهل التي تمتلك أفضل الناصر في كل الإدارة وشار عبدالقادر أن الأهل تلقى إشادة وتكريما من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة طائرة بعد نجاح تنظيم بطولتي أفريقيا يا رجال وسيدات وكذلك الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بعد النجاح في تنظيم بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس رجال وسيدات وخروج هذه البطولات بصورة مشرفة وإشادة جميع الفرق المشاركة وأوضح عبدالقادر أن البطولات الأفريقية التي نظمها الأهل على مدار الأسابيع الماضية حققت نجاحات كبيرة على كافة الأصعادة من حيث التأكيد على قدة النادي الأهل على تنظيم أكبر بطولات وتعزيز دور الرياضة المصرية على الصعيد القاري فضلا عن تأكيد امتلاك النادي للكوادر المتميزة في كافة المجالات وحرس عبدالقادر على توجيه الشكر لكل من بذل جهدا في سبيل خروج بطولات أفريقيا للكرة الطائرة واليد بصورة مشرفة لافتل أن الأهل سيستمر في إتباع قدرته على تنظيم أكبر البطولات من خلال مجهودات أبنائه طبعا جما شفنا مبارح اللقطات دي كان برضو التنظيم أيضا على أعلى مستوى مبارح زي ما كانت طايرة برضو رجال وسيدات على أعلى مستوى الحقيقة مش بس طبعا النجاح للنادي الأهل ولكن نجاح لمصر كلها خاصة أن البطولات دي جات في أوقات كان فيه في مصر أنشطة أخرى غير تنظيم البطولات يعني كان عندنا فيه أمور كتيرة جدا أثبتت أن مصر بلد الأمن والأمان وأن مصر قادرة على تنظيم أكبر ومش أكبر بس البطولات لا ده ممكن تصديف عدد كبير من البطولات عدد كبير مش بطولة كبيرة لا نحن عندنا حاجة وستين فريق بهم من نادي الأهل ومشوا خلال شهر ونص الموضوع مش بس بطولة كبيرة مش كل قدم مثلا أو لا ده بس بطولة كبيرة وأيضا عدد فرق كتير وده يؤكد قد إيه البنية التحتية قوية في مصر لإصدافة هذه البطولات وإن شاء الله أكيد أنا بتفاقل نادي الأهل فتح نفس الكل أن مصر ترجع تاني لرياداتها الأفريقية وتحتضن بشكل كبير البطولات الأفريقية والقرية كابتن عاسم حمد مدير فني فريق الأول لكرة اليد صرح لنا أيضا تصريح اللي أغلقنا ملف أفريقيا للتركيز في الدوري الحقيقة هم برضو في اختبار أيضا صعب عندهم بعد أربعة أيام بطولة السوبر أو بطولة الدوري المحترفين هتنطلق بعد أربعة أيام طبعا موضوع صعب جدا يعني عليهم ولكن هم أدها أدها بإيه أدها بتلاحهم بتاعهم أدها بالروح العالية اللي لعبوا بيها أدها بالجمهور اللي احنا شفنا دلوقتي اللي كان واقف في المدرجات وراهم وهم أكيد عارفين حتى لو الجمهور مش في الملعب ولكن الجمهور بره بيسندهم خلينا أقول كمان أنه الفريق عنده تكملت دورة مجمعة ثلاث مطشاط وراحها ثلاثة أربعة أيام بعد كده مطشين تانيين وبعد كده كأس مصر آخر موسم بالنسبة له يكون خمستاشر خمسة برضو دائما أبدا كرة اليد بيكون آخر فرقة في ألعاب الصلاة بتنهي الموسم بتاعه قال إيه كابتن عاصم حمد قال عاصم حمد المدير الفني الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أن الفريق أغلق ملف الفوز ببطولة أفريقيا بعدما توجب اللقب على حساب نظيره فريق الاتحاد الليبي في ختام منافسات البطولة وحافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي وأوضح حمد أن تركيز الفريق انتقل إلى بطولة الدوري حيث يخود الأهلي مواجهات قوية للغاية في الدورة المجمعة الثانية لنهائيات البطولة بعدما قدم عروضا قوية خلال الدورة المجمعة الأولى وأشار حمد إلى أن هناك تركيزا كبيرا وإصرارا من جانب الجهاز الفني واللعبين على تقديم أفضل ما يمكن من أجل الفوز بالدوري والكأس لافتا إلى أن الحصول على لقب بطولة أفريقيا منح دفع معنوية كبيرة قبل استئناف المنافسات المحلية وشدد حمد على أن الفريق يبذل كسار جهده من أجل الفوز بالبطولات على الرغم من ضغط المباريات وظروف الإصابات وغيرها من الصعاب التي تواجه الفريق نحو حصد الألقاب خلينا أقول لحضراتكم أن النادي الأهلي لكرة اليد يعني بعد البطولتين تأتي اللي جايين دول هيكون كن شهر ونص شهر ونص ما شافوش طعم الراحة مش كده بس كمان أنه التركيز مهم جدا خرجوا من ماتش السوبر ركزوا في أفريقيا خرجوا من أفريقيا بيركزوا في الدوري ما فيش وقت نفرح والحقيقة احنا احترمنا النهار ده رغبة كابتن عاصم محمد هو حريص طبعا يكون الفريق النهار ده بيتكرم ولكن تكريم زي ما بيقوله على الماشي ليه مش عايز اللعيبة تخرج عن تركيزها وده الحقيقة اللي طبعا وجود محمد عبد الوارث وعمر الوكيل معنا النهار ده هو وجود لتمثيل الفريق كله ولكن ان شاء الله الفرحة كبيرة والتكريم الكبير لفريق اليد ده هيكون بعد الموسم بعد ما نخلص ان شاء الله ونحصد أكبر عدد من البطولات وطبعا بنت عظيم سلام لكابتن عاصم محمد ولوجه نظره التركيز في الدوري ما فيش وقت الافراح ولكن طبعا حرصا وتقديرا لدور قناة النادي الاهلي طبعا كان لازم يتواجدوا معنا النهار ده او ممثلين عن الفريق واللي احنا بنشكرهم الحقيقة شكر جزير ويا رب نقدر ان شاء الله نكرمهم بالشكل اللي يليك بيه الحقيقة في كورة السلة عندنا إبراهيم الجمال احد اهم اللاعبين في النادي الاهلي مش في النادي الاهلي بس وفي مصر كلها إبراهيم الجمال احسن شوتين جارد في مصر كلها يمكن دلوقتي وكمان ممكن يلعب بارف فورورد يعني بيلعب في كذا مكان او الاجنحة يمكن احنا بنقول دايما الاجنحة هو لعب مميز جدا وانتهى عقده مع النادي الاهلي وانا بقول لكم يعني الحقيقة من غير تفكير إبراهيم الجمال يعني قدم للنادي الاهلي وهو صغير عنده 18 سنة و17 سنة جي من مدينة تسوق الحقيقة مدينة يعني خرجت ابطال ونجوم كتير جي يعني الجمال انضم لنادي الاهلي ومنذ ذلك الحين هو عنده 17 سنة أو 18 سنة وهو بيمثل النادي الاهلي على كل الأصعادة سواء ناشئين لما طلع الدرجة الأولى ومثل أيضا منتخب مصر بلهم الجمال عقده انتهى ولكن النادي الاهلي الحقيقة يعني من ساعة ما جيه كابتن رؤوف عبدالقادر وهو سن سنة جديدة انه بتفدي التفاوض مع اللاعب وتوقيعه قبل انتهاء الموسم او ماكسما بعد الموسم بيوم او اتنين ما عادش بيتساب اللاعب يعني فترة طويلة بعد الموسم والحقيقة البسكت في صفقات تمت الحقيقة انا عارف الصفقات ايه ولكن مش هيتم الاعلان عنها دلوقتي إلا ما يتعلن عنها رسميا وبعد كده احنا نتكلم عليها ولكن في صفقات وفي مفاوضات شغالة قوية جدا لتدعيم صفوف كرة السلة ابتدت المفاوضات دي بتجديد عقد الجمال لمدة اربع سنوات ده خبر كويس وزي ما قلتول كابتر اقوف عبدالقادر ما بيحبش تجديد سنة او اتنين هو على طول اربع سنين وراح دماغي انا راجل يعني مش معقول كل سنتين عودة تفاوض مع مجموعة من اللاعبين انا بابني فرقة فخلاص اين مشكلة ما تعقد مع لعب اربع سنين وده سياسة كابتر اقوف وطبعا تعظيم سلام قال طريق خيري المدير الفني للفريق الاول لكرة السلة رجال بنادي الاهلي ان ابراهيم الجمال لعب الفريق قام بتجديد عقده مع النادي لمدة اربع مواسم ليستمر مع الفريق خلال الفترة القادمة واوضح خيري ان التجديد للجمال جاء في اطار الحرص على استمرار اصحاب الخبرات بالفريق وفي ظل السعي نحو المنافسة على كل البطولات في الموسم القادم خاصة ان الجمال كان له دور بارس مع الفريق خلال السنوات الماضية وكان مصطفى الشفعي ومؤمن ابو العنين لعب الفريق قد قام بالتجديد لمدة اربع مواسم في وقت سابق زي ما قلنا لحضراتكم فيما يسعى الجهاز الفني لدعم الفريق بعناصر مميزة من اجل المنافسة على البطولات التي يشارك بها الفريق لاحقا الجمال الحقيقة بعد الخبر ده صرح تصريح قال ان الاهل بيتي وجددت عقدي بدون تفكير طبعا يا جمال ده ما فيش كلام انت يعني من ابن اعتبر ابن النادي ويعني عمرك ما هتفكر طبعا غير التجديد للنادي الاهل بدون تفكير عبر ابراهيم الجمال لعب الفريق الاول لكرة السلة رجال بنادي الاهل عن ساعداته الكبيرة بتجديد عقده مع النادي لمدة اربع مواسم لافتا الا انه لم يحتاج وقت للتفكير في مسألة تجديد العقد وده طبيعي يا جمال واشر الجمال ان النادي الاهل بيته الذي لا يستطيع رحيل عنه بعدما قضى 11 عاما بقميص الفريق حتى الان وكان من الطبيعي ان يستمر خلال الفترة القادمة ووجه الجمال الشكر للجهاز الفني على ثقته في قدراته واشر انه سيبزل قصارى جهده الموسم القادم من اجل الفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق وعلى فكرة بممناسبة الباسكت في صفقة جيدة تم التوقيع عنها طبعا مش هعلن ولكن في صفقة جيدة طبعا وقعت مع النادي الاهلي في سرية تم لعب ليه مستقبل كبير مضى مع النادي الاهلي واكيد لما الصفقة دي يتم اعلان عنها رسميا اكيد هتنورنا وتشرفنا في ستوديو ملوك الصلاة طيب السباحة زي ما قلنا مرانا وتكرارا قطاع مهم جدا في النادي الاهلي قطاع يعني بيضم الاف اللاعبين وهو الحقيقة السباحين والسباحات وهو يعني زي ما بيقوله المظلة الكبيرة اللي بتفرغ سباحين وسباحات لمصر كلها الحقيقة الاهلي شارك في بطولة الجمهورة اللي فاتت للسباحة فاز بـ 18 كأس من 20 ما شاء الله يعني مفيش غير كأسين فقط وده بيدل على قوة النادي الاهلي في السباحة وعلى تخطيطه المستبر طوج النادي الاهلي رسميا بالدرع العام للسباحة القصيرة بعد فوزه بـ 18 كأسا من إجمال 20 كأسا في المراحل العمرية المختلفة جاء زي خلال بطولة الجمهورية أقيمت بنادي سموحة بالأسكندرية واستاد القاهرة واستمرت لمدة شهر بمشاركة ما يقرب من ألف لاعب ولاعبة من أبناء النادي واختتمت السبت الماضي وحرص إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الاهلي على التواجد في الأسكندرية والمشاركة في مراسم تسلم السباحة للدرع العام من داخل نادي سموحة وحضر الاحتفالية المهندس فرج عامل رئيس لجنة الشباب ورياضة في مجلس الشعب ورئيس نادي سموحة وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة كل التوفيق للسباحة مجهود يعني مشرف ونتمنى نشوف كثير من سباحيننا سباحين نادي الاهلي على منصات التتويجة العالمية وده ما فيش شك إن شاء الله هيحصل زي ما بيحصل للوقت طيب عندنا برضو تنس الطاولة الحقيقة يعني بيخلصوا الدوري بدري بدري إذا ما بيقولوا سواء رجال أو سيدات حقق فريق سيدات النادي الاهلي تنس الطاولة فوزا مهما الجمعة الماضية على الزمالك في ختم الدورة المجمعة الثانية والختمية بنتيجة 3-0 التي أقيمت في علاصالة استاد القاهرة هذه النتيجة تساوى فريقي الأهلي والزمالك سيدات لتنس الطاولة في عدد النقاط ويحتكم الفريقين إلى مباراة فاصلة غدا الثلاثاء لتحديد بطل دوري السيدات يذكر أن فريق رجال تنس الطاولة بننادي الاهلي حسم بطولة الدوري بعد الفوز على الزمالك 4-2 كل التوفيق بكرة لفريق السيدات لتنس الطاولة هنتبعهم هنعرف في الأخبار إن شاء الله ما عندناش أدنى شك إنهم هبزلوا كل الجهد إن شاء الله عشان يفوزوا بطولة الدوري زي الرجال كرة الماء أيضا عاملة طفرة كويسة وإحنا متابعين اللي بيحصل في كرة اليد وبشكل سوري كرة الماء والحقيقة كان عندنا مشكلة في اللعبة دي من 3-4 سنين ولادي النادي يشتغلوا عليها وبقى تحقيق البطولات وحصد النقاط بقى أمر سهل ناقصنا إن شاء الله التتويج بالبطولات كرة ماء الأهلي يواجه الشمس في بطولة الجمهورية يتنافس الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي مباريته في إطار منافسات بطولة الجمهورية بمواجهة الشمس يقام اللقاء في السامنة مساء على حمام سباحة الجزيرة ويدخل الأهلي المباراة وهو على قمة ترتيب جدولة المسابقة برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في 9 لقاءات والتعادل في اللقاء 1 وسجل الأهلي 126 هدفا واستقبل مرماه 55 هدفا ويسعى الجهاز الفني بقيادة كابتن وليد عزة إلى مواصلة العروضة القوية والانتصارات لتتويج بلقب البطولة كل التوفيق لكرة اليد كرة الماء ناسف دايما بقول كرة اليد معلاش احنا بقلنا يعني دخلين على عشر تيام بالغطي كرة اليد فعذروني لو كنت بخطئ ولكن كرة الماء هي كرة اليد ولكن في الماء طبعا خلينا نقول لحضراتكم أن النادي الأهلي بيحتضم كل هذه الألعاب وكل هؤلاء السباحين والسباحات وكل العيبة في مصر المنتخب مصر في كل القطاعات وجنباز عند كور القدم كل ده بدون دعم من الدولة كل ده بمجهود النادي الأهلي بيرعى الرياضة والحقيقة النادي الأهلي أكبر مؤسسة رياضية في مصر ومازال بيقوم بدوره بأكمل وجه وقلنا الدور مش بس رياضي وتخريج كوادر ولكن الدور شوفنا خلال شهر ونص تنظيم 3 بطولات 5 بطولات أفريقية فهي رسالة كبيرة جدا عن مصر بالنيابة عن مصر النادي الأهلي تصدر المشهد هو قلب مصر النابط حتى يصدر مشهد معين للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان وأن الحقيقة تستطيع استضافة أي أحداث مش بس رياضية غير رياضية مؤتمرات أي شيء آخر النادي الأهلي يستطيع أن وصل رسالة أن مصر تستطيع أن تصديفه خلاص هنطلع فاصل قصير وارجع لحضراتكم عشان نستقبل بقى يعني زي ما بيقولوا أرسان الليلة اللي هم أسباب الفرحة الكبيرة المبارح هتستقبل طبعا كابتن محمد عبد الوارس كابتن فريق والكابتن عمر الوكيل والكأس والاحتفالية والكواليس انتظرونا بعد الفاصل